إذا للحديث عن نية السلطات الحكومية إعادة التجنيد الإجباري في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي سيادة العقيد مرحبا بكم يعني لماذا تعيد القوى السياسية كل فترة تتحدث عن قانون الخدمة الإلزامية والتصويت عليه في البرلمان هل هناك حاجة فعلية سيادة العقيد؟ نعم لا شك بأنه السؤال الذي يطرح بهذه القضية أنه هل هناك حاجة كما تفضلت قبل قليل نعم بعملية إعادة التجنيد الإلزامي للجيش العراقي حقيقة أنا أعتقد بأنه لا حاجة لمثل هذا القانون الآن في العراق ولكن يبدو بأن الطبقة السياسية التي جاءت مع الاحتلال ونفذت مشروعه السياسي تنقلب الآن على شعاراتها الديمقراطية التي رفعتها وروجتها في بداية الاحتلال بأنه لا توجد هناك دواعي حقيقة لمثل هذا القرار يعني لا يتوجد هناك تهديد مباشر للأمن القومي العراقي لكي نقوم بتجنيد هذا الأعداد الكبير من الشباب ولا توجد هناك أيضا دواعي سياسية تكون مجبرة للطبقة السياسية على تبني مثل هذا القانون ولكن يبدو بأن تمرير هذا القانون قد جاء لدواعي سياسية وأمنية يعني ترى الطبقة السياسية الآن إنها بحاجة لمثل هذا القانون خصوصا وأن هناك أعداد كبيرة جدا من الشباب العاطل في العراق وأن هذا الشباب قد يشكل خطر على الطبقة السياسية الحاكمة خلال الفترة المقبلة فلذلك لا بد من إيجاد باب وتخريج لهذه القضية من خلال دفع الشباب إلى التطوع في الأجهزة الأمنية أو إلى التجنيد الإجباري التجنيد الإلزامي بكي يؤدون مقابل مبالغ مادية تصل من 500 ألف إلى 300 ألف ولكن سيادة العقيد هم يقولون عملية التجنيد الإلزامي أو الخدمة الإلزامية هي جاءت من أجل تحقيق التوازن داخل المؤسسة يعني بعد عشرين عاما اعترفوا والتفتوا إلى مسألة التوازن هل هذا حقيقي؟ والله حقيقة أنهم يروجون له الكثير يعني هم من ضمن الترويج أيضا ليست التوازن فقط وإنما القضاء على الطائفية وما إلى ذلك من شعارات ولكن يبدو بأنهم تناسوا إنهم عندما تقاسموا الوزارات جعلوا وزارة الدفاع إلى السنة ووزارة الداخلية إلى الشيعة وهذا بحذ ذاته هو بعد طائفي في تقسيم المناصد في العراق يضاف إلى ذلك بأن مسألة التوازن في دوائر الدولة لا تأتي من خلال تجنيد الشباب لأن هناك أصل الخلع كبير جدا في آليات المؤسسة العفكرية المعمول بها حاليا لأنها مزيج غير متجانس من الفساد والضائفية والمناطقية والأهواء السياسية والشخصية والولاء للخارج وهذا الأمر يجعلنا نقول بأنه يجب على الحكومة أن تقوم بأعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس رصينة وطحيحة تكون فوق الميول والاتجاهات السياسية والمحاصصة الطائفية التي جاء بها الاحتلال وأن تقوم فعلا بأعادة التوازن لجميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لغرض إصلاحها لأنه هناك إشكالات كبيرة جدا رافقت تشكيل هذه المؤسسات كونها كان الظروف غير طبيعية واستثنائية مر بها البلد في فنك الفترة سيادة العقيد هناك من يدعي يقول أن قانون الخدمة الإلزامية هي من أجل تطوير المؤسسة العسكرية هل الخدمة الإلزامية باعتباركم ضابط قديم تحقق التطوير في المؤسسة العسكرية تعتقد ذلك؟ نعم طبعا هذه القضية حقيقة لا يمكن لأنه الآن الجيوش لا تقاس بالكم العدد الكبير من الأعداد البشرية وإنما هناك التركيز على الكم وعلى النوع في هذه القضية أما أنك إذا جئت الآن إلى المشاكل التي يعاني منها أصلا الجيش تجد بأن هناك إشكال حقيقي بأن هناك لا توجد قوة بحرية لا توجد هناك قوة جوية لا توجد هناك منظومات دفاع جوي ورأينا بالفترة الماضية كيف قامت إيران بتدمير قرى كاملة في شمال العراق في كردستان فإذا كان الجيش بهذه الكيفية كيف لك أن تأتي بأعداد بشرية لتطوير الجيش وأنت أصلا تعاني من نقص شديد بالقدرات العسكرية والقدرات النوعية يعني نحن بحاجة إلى أسلحة متطورة نحن بحاجة إلى قوة جوية متطورة إلى قدرات عسكرية نارية تعوض على النقص العددي في مثل هذه القضايا أما مسألة إنه الجيوش الحديثة الجيوش الحديثة لا تبنى على الكفرة العددية ولكن تبنى على التطور النوعي في القدرات العسكرية سيد العقيد يعني ماذا عن دور الميليشيات في هذه الخطوة إن تمت كيف ستتعامل مع هذه التطورات يعني موضوع قانون الخدمة الإلزامي خاصة أنتم تعلمون بأنه الميليشيات تسيطر على وتقبض من حديد على القرارات العسكرية تحديدا نعم حقيقة الإشكال ليس في الميليشيات فقط وإنما في البيش مرقى أيضا يعني القائد العام للقوات المسلحة لا يمتلك صلاحية لتحريك جند واحد في كردستان العراق يضاف إلى ذلك بأنه ميليشيات الحجد الشعبي الآن التابعة لإيران ليست لدى القائد العام للقوات المسلحة أي سلطة على تحريك هذه القضاعات لأنها تأتمر بأوامر خارجية وبمرجعيات دينية علما بأنه مثل ما تكلمنا بأنه إذا ما جئنا إلى مسألة الجيوش الذكية بقدرات تسليحية تكنولوجية نوعية متطورة يجب أن تأتي القوات بالمهنية والحرفية والعقيدة العسكرية الصحيحة والقدرات التدريبية العالية والقوى النارية وقابلية الحركة وامتلال قدرات تسليحة بمتطورة أما إذا ما جئنا الآن إلى هذه القوات الموجودة نجد بأنها قوات لا يمكن أن توصف بالمهنية ولا تمتلك الحرفية في التعامل مثل ميليشيات الحاجز الشعبي أو مثل القوات أخرى كثيرة موجودة تعمل خارج إطار الدولة يعني لا يمكننا نتكلم عن قانون تجنيد إلزامي ولا يوجد هناك حصر للسلاح بيد الدولة هناك إشكال في أن هناك مراكز قوى متعددة ورأينا القتال الذي جرى في المنطقة الخضراء قبل أكثر من شهر ما بين ميليشيات مسلحة عندما وقفت القوات الأمنية تتفرج على كيفية قتال الميليشيات فيما بينها وإذا ما أردنا أن ننتقل إلى ديالة إلى قرية نهر الإمام رأينا كيف تم تهجير قرى كاملة أمام القوات الأمنية التي وقفت تتفرج على كيفية حق الدور المؤسسات التعليمية والصحية في هذه القرى نحن أمام إشكالية حقيقية في بناء إعادة هيكلة هذه القوات وليس في عملية زيادة هذه القوات التي أصلا هي تعاني من تراغه الكبير جدا في الأعداد التي تطوعت خلال الفترة الماضية من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي شكرا جزيلا لكم